اشتركوا في القناة والكلية الأمريكية لأمراض الغدد الصماء حياك الله دكتور وأهلا وسهلا فيك يا حلا فيك الله يحييك عزيز وغالي اليوم بنركز تحديدا عن الغدد الصماء ولناخذ لنا تعريف بسيط عن الغدد الصماء ومفهوم الغدد الصماء بشكل ملخص في البداية أشكركم على هذه الاستضافة واهتماماتكم في المعلومات المختلفة بجميع المجالات الغدد الصماء بشكل عام هي مجموعة من بعض الأجهزة في الجسم الجسم يتقسم إلى أجهزة تقريبا 9 إلى 10 أجهزة تضمن الجهاز الدوري الجهاز التنفسي الكلة وغيرها وجهاز الغدد الصماء جهاز الغدد الصماء هو مجموعة من الغدد موجودة من تشرف في الجسم تفرز مادة كيميائية من مكان وجودها وهذه المادة تنتقل مباشرة إلى الدم ومن الدم تروح إلى ماكن التي تسوي مفعولها فلهذا ما تنتقل المواد الكيميائية من الغدد عن طريق أنابيب تنتقل مباشرة إلى الدم فلهذا تسمى صماء أنها ما تروح فيه أنابيب وهذه المواد التي تنتقل من الغدد التي هي المجموعة من الخلايا إلى الدم هي الهرمونات فعلم الغدد الصماء هو علم الهرمونات التي تنتقل من الغدد المنتجة إلى مكان مفعولها في الجسم وتوجد مجموعة كبيرة من الغدد في الجسم من الإنسان مشتقات دكتور هذه الأمراض إذا لم نتكلم عن مشتقات هذه الأمراض تعديدا أو أبي أرسل سؤال هل هذا المرض أمراض الغدد الصماء بمشتقاتها من تشرف الكويت نسبة كبيرة؟ طبعا لما نتكلم عن غدد الصماء أتكلمy Smith عن مجموعة من اللقاء أي باختصار غدد الصماء فيه غدد في الراس الغدد النخامية فيه غدد في الرقبة الغدد الدرقية فيه جاراتها أربع الجارة الدرقية فيه البنكرياس يفرز هرمونات يعني كل غدة تفرز هرمونات أو كل خلايا تسمى غدد تنزل تحت الغدد الي فوق الكلاء أو الكاذرية تنزل تحت عند الرجال وعند النساء الخصية والمبا에게 كذلك تفرز هرمونات فهذه الغدد كلها لها مشاكل معينة وتسبب لها أمراض المشاكل باختصار قد يصير فيها خمول قد يصير فيها زيادة إفراز قد يصير فيها أورام أو تضخمات أو التهابات على حسب المشكلة طبعا في الغالب الأمراض التي تصير في الغدد تتعلق في المناعة في جسم الإنسان الجسم يفرز بطريقة الخطأ أجسام مضادة ضد قد معينة وبالتالي يلخبط إنتاجها فعلى سبيل المثال نقول البنكرياس لما تصير أجسام مضادة ضد الخلايا التي تفرز الإنسلين يصير عندهم إنسلين غير موجود فيصير عندهم السكر وإلى آخره نفس الطريقة القد الدراقية منتشرة في موسف الكويت في العالم كلها تقريبا سببها الرئيسي 80% من الأسباب هو وجود أجسام مضادة ضد القد تخربها فالأمراض المنتشرة على حسب سؤالك في الكويت أو الخليج والعالم طبعا السكر هو يعتبر الرئيسي ونسبة الانتشارة متفعة في الكويت طبعا النوعين نحن نتكلم عن النوع الأول والثاني والنوع الثاني هو الأكثر انتشار وكذلك مرض الغدد الدراقية يعتبر من الأمراض التي تتنافس حتى مع السكر خصوصا خمول الغدد الدراقية أعراضها دكتور والله يشوف العراض الغدد بشكل عام هي عراض عامة ويجب الانتباه لها من الطبيب ومن الشخص نفسه بشكل عام خمول الغدد الدراقية تأدي إلى كسل عام في عمليات الأيض في الجسم أو حرق السعرات الحرارية فبالتالي يصير للإنسان كسلان نشاطق الوزنه بدأ يزيد على الرغم من عدم أكله بكمية كافية يصير فيه جفاف في الجلد يصير عنده أحيانا إمساك يصير عنده أحيانا عدم حرق كميات كبيرة من المواد الغذائية فبالتالي يرتفع عنده الكوليسترول في الدم فدائما إحنا حتى لما نشوف أي واحد عنده ارتفاع في الكوليسترول لازم نتأكد أنه ما فيه عنده خمول في الغدد الدرقية الرجال والنساء يصير عندهم الأخبطة في الدورة الشهرية الرجال يصير عندهم كذلك الأخبطة في عملية الإنجاب وبعضهم يصير عندهم مشاكل على حسب المرض بعضهم يصير عندهم تضخم في حجم الغدد الدرقية وبعضهم يصير عندهم مشكلة في العيون فهذا بشكل عام عن خمول الغدة الدراغية طبعا إذا ما بيتكلم عن الأسباب هي عديدة بس السبب الرئيسي مثل ما قلت لك وجود أجسام مضادة في الجسم تخرب هذا القدرة دكتور أنا يمكن على نفس الموضوع حطيتها في أحدى وسائل التواصل الخاصة فيني بالسوشال ميديا علشان ممكن أوصل رأي ناس أو سؤال من الناس تحديدا شفت أكثر الشباب قالوا أسأل الدكتور على موضوع هل هناك غدد ما لها داعي في جسم الرجل لازم تنشال؟ صح هذا الشيء وصح هذا المصطلح أو هذا التعبير؟ لا والله ما أعتقد كل الغدد اللي موجودة لها وظيفة هامة في الجسم ما في غدة نتشيلها طبعا إذا ما نتكلم عن الغدد الصماء غير لأن الغدد الصماء هي الغدد اللي تفرز هرمونات والهرمونات مهمة حق الجسم كلها في غدة ثانية غير صماء قد تكون أحيانا تتضخم وممكن استئصالها وقد تكون أحيانا في الجسم أكثر من غدة مثلا الغدة جار الدرقية موجودة أربعة ممكن تستأصل إذا كان فيها مشكلة واحدة ثنتين ثلاثة تبقى واحدة تأدي دورها وكذلك الغدة اللي فوق الكلة فيه ثنتين على يمين وحدة على الإسار إذا إن شاء الله تكون واحدة ممكن ثانية تأدي دورها لكن أما تكون غدة واحدة موجودة وتشيلها من غير أي حاجة تحتاج الهرمون اللي رح تفقده من إزالة هذه الغدة نعم فرحنا والكل فرح وأتوقع كل كويتي في هذه الأرض يفرح بإنجاز مثل ما قدمته حضرتك دكتور باستلام الجائزة العالمية لأفضل طبيب دولي كلينيكي بأمراض الغدد الصماء لعام 2017 الممنوحة من مضمة الغدد الصماء الأمريكية المسمى بالأيس اللي هي اختصار AACE كلمنا عن هذا التكريم ومن المنظمة اللي قامت بتكريمك المنظمة هذه اسمها American Association of Clinical Endocrinology زي المنظمة الأمريكية لأطباء الغدد الصماء الكلينيكيين في العالم هذه المنظمة متأسسة من ما يقارب ثلاث عقود من السنين وفي عضويتها تقريبا 92 دولة وآلاف من الأعضاء فيها وهذه تعتبر المرجعية الأساسية لأطباء الغدد الصماء الكلينيكيين الموارسين بالعالم يعني هي تسوي اللوائح هي تسوي الإرشادات هي تسوي البروتوكولات هي تسوي عفوا دكتور شوف الفيديو على الهوى أبي شعورك في هذا اليوم خصوصا في هذه الوقفة وانت مثال حي لدكتور كويتي يشارك أو يكرم من قبل هذه المنظمة والله حقيقة يعني هذا وياك تكريم صاحب السمو هذا اللي يسلمك هذا في يوم 6 مايو في مدينة أوستن في تكساس لما سلموني الجائزة التكريمية وطلبوا مني ألقاء كلام بهذه المناسبة بحقيقة أنا في كلمتي خصيت أولا دولة الكويت بما مساحمت فيه من صاحب السمو الأمير وإلى كل من ساهم معنا من الأطباء الزملاء والفنيين وكذلك المرضى اللي شاركوا في أبحاثنا ودراساتنا وكذلك الإدارات المختلفة سواء في المستشفيات أو في كلية الطب وهذه حقيقة يعني ثمرة عمل تنعكس على دولة الكويت بشكل أساسي لأن هذه أول مرة تمنح هذه الجائزة لطبيب كويتي ويسجل اسم دولة الكويت في سجلات هذه المنظمة ورح يبقى اسم دولة الكويت على مدى وجود هذه المنظمة إلى الأبد ما رح ينشار بإذن الله أصلا يوفقكم إن شاء الله دكتور أبي أوصل لمرحلة أو نتكلم عن مرحلة قبل الجائزة هي مرحلة التأهيل والبحث في هذه الجائزة تحديدا نكلمنا عن البحث اللي سويته كلام جميل حقيقة يعني هي المؤسسة ترصد جوائز عديدة في كل عام تقريبا ثمان جوائز من بين هذه الجوائز واحدة اللي هي سمه International Clinician Award اللي هذه أنا حصلت عليها وهذه تمنح لمن يملك المواسطات والسيرة الذاتية اللي عندهم تتوافق معاها أولا أن يكون عنده أبحاث في مجلات عالمية اثنينة أن يكون ملازم للبروتوكولات اللي يمشون عليهم في المنظمة الأمريكية ثلاثة أن يكون قدم أكثر من ورشة عمل ومؤتمر في حياته أو سيرة الذاتية وأن يكون يسمى من بروفوسورات اثنين من خارج دولة اللي هو ينتمي لها طبعا والله الحمد أنا نشرت بمجموعة كذلك عملوا معاي حتى لا ننكر وإنجازهم كذلك وأي شيء أنا أخذه يعكس حتى حق مجموعة أطباء الغدد الصماء في الكويت وفخر لهم كلهم حقيقة وإن شاء الله كلهم يأخذن هذه الجوائز في المستقبل نشرنا أبحاث لأول مرة في أكبر مجلة في الغدد الصماء اللي هي سمها جورنالف كلينيكال اندوكنولوجي عن ميتابوليزم عن أمراض الغدد الدرقية واكتشفنا مادة أن المادة هذه لما تكون مرتفعة نشخص نشاط الغدد الدرقية ولما تنزل هذه المادة يطيب الإنسان وهذه المادة سمها كروموغرانين أي وهذه أول مرة تكتشف وتنشر في هذه المجلة اكتشفنا كذلك عن مرضى السكر بحثنا عن مواد نيترك أوكسايد ومادة البرادكاين هذه المواد هي تصاحب الناس اللي عندهم ارتفاع في الضغط أو اللي عندهم مشكلة في الكلة فدرسنا مجموعة من المرضى من النوع الثاني من السكر وقارنناهم مع مجموعة من الأصحاء وجدنا أن هذه نيترك أوكسايد موجودة غليلة ومواد اللي ترتفع عند الضغط موجودة مرتفعة عندهم لما يكون السكر غير معالج لما نعالج اتقل ونشرت في مجلة كذلك عالمية اللي هي International Journal of Pharmacology and Immunology اللي هي عالمية في السكر حقيقة عديد من النشرات ونشرناها في هذه المجللات بالإضافة إلى كوننا والله الحمتة من اختيارنا اختياري فيه كمحكم دولي للأبحاث المنشورة في هذه المجلة العالمية وكذلك كمحكم دولي لجائزة يسمونها Presidential Prize اللي هي جائزة الرئيس في المؤتمر السنوي خلال ثلاث سنوات الماضية كنت أنا محكم في هذا البوت حلو دكتور بعدني لك هذه الجائزة والشعور الجميل اللي حصلت عليه هذا الشي ينعكس أو شون ينعكس من إجابتك أبي عارف على اسم الكويت تحديداً خصوصاً بعد ما رجعت للكويت حصلت على تكريم من قبل صاحب السمامير البلاد ووزير الصحة والله حقيقة يعني شرف كبير وأول شيء أنه يكون التكريم لك وأنت موجود في دولة الكويت من منظمة عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية شعور يعني لا يوظف الشعور الثاني الأكبر والأهم والأقوى أن رئيس الدولة يكرمك ويقول لي كلام أنتوا عيالنا أنتوا ساهمتوا في دولة الكويت وإحنا راح نساعدكم يعني لما قابلت صاحب السمامير الكويت كلام من ذهب من قائد الإنسانية على الرغم من انشغالها في أمور جديدة جديدة جداً لكن ما يخفل عن وصورة هذه بعد تجمعك كبولي العهد وكذلك سمو ولي العهد كان لكلام جميل جداً وقال على مدى السنين الماضية نسمع ونسمع في الدولة الفلانية ولكن الآن نسمع الكثير من الأطباء والمميزين في دولة الكويت وهذا حقيقة شرف للكويت اللي العكس إيجابياً على دولة الكويت مثل ما قلت لك أن أول شيء علم الكويت نزل في المنظمة لأول مرة في سجلها ثلاثة أن السجل الجائزة مثل ما قلت لك رح يبقى على مدى الأبد أن في سنة من السنوات خذتها دولة كويت مؤثلة بالشخص الفلاني وهذا شرف يرفع اسم الكويت مثل ما قلت لك منظمة فيها 92 دولة آلاف الأعضاء فيها ويختارون واحد ويكون من دولة كويت صغيرة بعدد سكانها ومساهماتها تشهد لها في أحليتها للحصول على هذه الجائزة أما الشعور الذاتي والله إيش أقول لك ما يوصف واعتقد دافع رح يكون إن شاء الله لنا بالمستقبل أنا وزملائي أن نساهم أكثر وأكثر قدر المستطاع لنرفع اسم الكويت في المعالي إن شاء الله الكويت تفتخر بالدكتور كمال وأيضا هناك فخر آخر مصغر من بيت بيت نقدر نقول هي الكويت كديرتنا والبيت كرب أسرة بينك وبين عيالك أتوقع الحين حصل الله يحفظهم قا يتابعونك ويشوفون الوالد ويشوفون نبونا اليوم على الرائق قا يتابعنا الحين أنت عاشق لمهنتك وأيضا هناك عشق آخر نشوفه في البيت لهواية معينة شنو هي هوايتك؟ والله للأسف الشديد شغالنا وايد في الطب يعني نكتب أبحاث ونحرص إحنا لما نكون يعني في على الأقل في أوقات الوجبات أن نكون كلنا مع بعض الأهل بس فيه هوايات خارجية من في البيت خارج البيت يعني بعيدة بعيدة عن الطب بعيدة عن الطب شنو هي؟ يعني أنا صراحة أحب السفر واحد يعني أحب مع الأهل خاصة أن نكون في أماكن مختلفة وكذلك أحب الحدائق بس طبعا على حسب الظروف يعني كل شهرين ثلاثة أروح مرة الحدائق المفروض كل أسبوع بس أنت وكنت في السابق لاعب كرة قدم ما شاء الله لكن لي أقتنا شوي أقلت أطلع شوي عن الطب وراح أرجع لها بس منو تشجع لاعب كرة قدم الكويت منو فريق الكويت منو بره الكويت منو بره خلنا نتكلم عن محلي محلي والله قد ساوي قد ساوي والله ثوني يقوله ما أدري ليش قد ساوي وعالميا منو تشجع والله أنا أحب برشلوني عاد هالسنة كلمة يعني أحب برشلوني بس شاوي ما عليه ما عليه اليايات إن شاء الله أكثر أموما دكتور نحن نتكلم عن شيء مهم جدا ومصطلح مهم جدا وارتباط كبير في الغدد الصماء واللي هي السمنة وزيادة نسبة السمنة شاللي يربط السمنة بأمراض الغدد الصماء والله أشوف السمنة هي من الأمراض المهمة وتم تصنيفها أخيرا من منظمة الصحة العالمية كمرض ومكعرض كانوا يعتقد في السابق فلما نقسب السمنة 100% 5% من أسباب السمنة ترجع إلى أمراض الغدد الصماء أما البقية اللي هم 95% ترجع إلى أسباب الأخرى أما الخمسة بالمية هذه اللي ترجع إلى أمراض الغدد الصماء ترجع إلى ثلاث غدد بالأخص الغدد الدرقية إذا كان فيها قمول الغدد الكذرية إذا كان فيها نشاط ومشاكل هرموني للإنسلين أما الخمسة وتسعين في الأمية الأخرى هي ترجع طبعا للمشاكل الأساسية في كل العام قلة الحركة والخمول والأكل الزايد والعلاقات الوراثية والأمراض الجينية اللي تسبب أحيانا تسمع هذه نقطة راح أتكلم فيها بشكل تفصيلي أكثر لكن أستأذنك دكتور ببريك صغير وبعدها نرجع مع الدكتور لاستكمال الحوار رجعنا وياكم بعد الفاصل نستكمل حوارنا في برنامج مسائي لهذه الليلة اليوم مع البروفيسور الدكتور كمال الشومر استشاري ورئيس وحدة غدد الصماء في مستشفى مبارك الكبير حياك الله ويانا دكتور مرة ثانية وتكلمنا عن السمنة وأضرار السمنة لكن نتكلم الحين عن موضوع وايد مهم بالنسبة للمرأة الحامل اللي فيها الغدد أو مصابة بغدد الدرقية وهي في فترة الحمال ممكن أنها تتعالج في حبوب معينة تاخذها أبي وصيتك أو نصيحتك للمشاهد إذا يعرف أن المرأة كمرأة حامل ممكن أنها تتعالج في فترة حمالها؟ طبعا السؤال واضح أنا أعتقد اللي تقصده لما يتكون عندها خمول في الغدد الدرقية وصارت حامل هل تاخذ دوة هل ما تاخذ دوة هل دوة يسبب مشاكل طبعا مهم جدا أي وحدة عندها خمول في الغدد الدرقية أو زيادة في الغدد الدرقية وتنوي أنها تحمل لازم أن تكون الغدد عندها بالمستوى الطبيعي قبل الحامل على الأقل ثلاث شهور مع طبيب هالتراجع عنده ولصار الحمل هناك نصائح عالمية لازم الدكتور يكون متابع اللي يعالجها بأن مستوى هرمون الغدد الدرقية في أول ثلاث شهور لازم يكون في مستوى معين وفي آخر ستة شهور لازم يكون في مستوى معين فلهذا طبيعيا الله خالق النساء لما تحمل وعندها الغدد الدرقية طبيعية تتضخم الغدد بالحمل وتفرز زيادة لكن اللي عندها خمول في الغدد الدرقية وما تشتغل فبالحمل ما رح تضخم الغدد وما رح تفرز زيادة فبالتالي تحتاج زيادة في الجرعة فلازم تراجع طبيبها وفي الغالبية أن يحتاجون زيادة بالجرعة من ثلاثين إلى خمسين في الأمية من الجرعة الأساسية في فترة الحمل ولازم كذلك تفحص تحليل الغدد على كل ستة أسابيع في الحمل حتى الحمل يمشي ما يوقف حتى تعدل الجرعة في وقت مناسب ليش نحاول نعدلها في وقت مناسب في فترة الحمل ولازم تاخذ العلاج وما تتركها لأن نمو الجنين مهم جدا وبالأخص الجهاز العصبي للجنين يعتمد على كذلك على هرمون الغدد الدرقية نعم هشاشة الأعظام وضعف فيتامين دال أيضا يصنف من تصنيفات أمراض الغدد الصماء تحديدا يعني نبي نعالجها إذا وصلنا شلون ونصيحتك دكتور والله شوف هذا موضوع كبير ولكن الوقاية خير من الإلاج مثل ما تفضلت في بداية كلامك يحتاج الواحد أول شيء أن يتناول غذاء صحي يحتوي على الكالسيوم وفيتامين دال طبعا لما نتكلم عن غذاء صحي يحتوي على الفيتامين دال وبالأخص نقصد الأسماك الدهنية صفار البيض مادة المشروع الفطر والمنتجات الألبان خالية الدسم تعرض للشمس بدرجة كافية طبعا تعرض للشمس مهم جدا يكون في الوقت المناسب وفي الكمية المناسب الوقت المناسب هو يكون فيما بين الساعة التاسعة صباحين إلى الثالثة ظهرا طبعا ما يحرق نفسه يقعد طول هالمدة يكون على أقل عشر دقائق إلى ربع ساعة ويكون على أقل مكشوف الجسم من الكوع ومن الركب إلى تحت وهذا يعطيه تقريبا ما يقارب جرعة كبيرة من فيتامين دال إذا كان ثلاث مرات في الأسبوع أنت عطيت فرصة حق أهل البحر وأهل الشمس حين يقول لك أنا بيقعد التان يسوي فيتامين دال بس الدكتور قاعد يقول عشر دقائق يا جماعة مو أكثر فيه اختلاف بين لما يبي يقعد حق التان ولما يبي يقعد حق فيتامين دال التان وقته المناسب مو الوقت اللي أنا أقوله أما فيتامين دال وقت اللي قلت لك أنا فالتان وقته هو أول الصباح وقبل الغروب لأن الأشعة الشمس تختلف أما الوقت اللي أنا قلت هذا هذاك أشعة الشمس يسمونها ألفة أما بيتا هي المهمة حق فيتامين دال اللي بين التسعة والثلاثة حلو هناك فرق فيه فرق إزين دكتور شنو سبب مشكلة الدكاترا مع الكويتين أغلب الكويتين مصابين في نقص فيتامين دال شل السبب؟ والله كلامك صحيح يعني أسباب عديدة يعني للأسف الشديد حتى الكويت مصنفة من الدول الأولى في السمنة أنت عارفها ودائما اللي يكون عنده سمنة يكون عنده نقص في فيتامين دال على الرغم من وجود شمس كافية في الكويت وماشاء الله إلا إحنا كلنا نتجنبها ونقعد بالظل أو نقعد في السيارة حتى ترى الزجاج يعكس الإشعاعيين من الشمس يعني اللي يستفيد من أشعة الشمس لازم يكون تصالها مباشرة مع الشمس حتى الزجاج ما لا فائدة نعم هذا السبب الثاني والسبب الثالث حقيقة قد تكون تغذيتنا للأسف في بعض الأحيان ما هي سليمة وما تحتوي على المواد القذائية اللي كنت لك عنها اللي فيها فيتامين دال فهذه تقريبا الثلاثة فإحنا سوينا بحث بالموضوع حاولنا نشوف مرضى السكر مقارنة بالأصحاء عن مشكلة فيتامين دال منه أكثر عنده نقص فيتامين دال كان يعتقد في العالم كلهم بالأبحاث أن مرضى السكر يكون عندهم أكثر نقص فيتامين دال لكن لما إحنا خذنا كويتيين بس وفحصناهم طلعوا لكل كل المرضى والأصحاء خذنا عينة كبيرة خوش عينة تقريبا عندهم نقص فيتامين دال سواء كان عنده سكر أو ما عنده سكر وما وجدنا علاقة وطيدة مثل ما هي موجودة في بعض الناس من الجناس الأخرى بين نقص فيتامين دال مع نوع السكر الثاني لا توجد علاقة في الكويت بالنسبة للأثنين ولكن مثل ما تفضلت من تشير الدشار كبير في المنطبع البروفيسور الدكتور كمال الشومر أنا اليوم تشرفت بلقائي وياك وإن شاء الله كل استفاد من خلال هذا اللقاء وبعض المعلومات بشكل ملخص أتوقع الاستشارة تكون أفضل في عيادة الدكتور لمن يرغب في المعلومات الأكثر والسوشال ميديا تويتر وغيرها من التواصل مع الدكاترة هناك بعض الاستشارات الخفيفة لكن أنا شخصيا بعد لقائي مع أكثر من دكتور تحديدا يقول الاستشارة تكون أو النصيحة تكون إذا كانت مباشرة هي الأفضل خصوصا بعد تشخيص الشخص اللي جدامه شكرا لك مرة ثانية دكتور يعطيك العافية على حضورك اليوم في برنامج مسائم استكملين حوارنا وحديثنا في هذه الأمسية لكن بعد الفاصل